ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ قد يسألك سأل، يقول هل أنت مسلم؟ تقول نعم أنا مسلم يقول لك ما هو الإسلام؟ يقول لك ما هو الإسلام؟ تقول الإسلام هو أن تسلم لله أي تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة أوسيجا، الإسلام هو أن تسلم الله بأنواع التوحيد الثلاثة المسلم يجب أن يقاد لأوامر الله يعمل بالأوامر وإشتني بالمحرامات إذن، الإسلام هو أن يقوم بأنواع التوحيد الثلاثة ونحن نفذها من المسلمين يجب أن يتوصد في التعامل مع غير المسلمين يجب أن يقوم بهم بالحسنة يفيلهم بالعهود يدعوهم إلى الله يخاف عليهم من الشرك من النار ووضع لن situation وإن كأسف مصد صبود يجب أن يقوم بأنواء ما getsحيد من النار يشبههمmitًا يجب أن يؤمن صبود عنهم يدعهم بأنهم يشبه дух دين الإسلامي مراتب 3 درجات درجة الدرجة الأولى الإسلام ودرجة من الإسلام هي الإيمان والدرجة الثالثة الإحسان أركان الإسلام خمسة أركان الإيمان ستة الإحسان ركن واحد الإحسان هو فقط إحسان هو فقط